خليني أقول أحبائي غضب الله هو غضب عادل مبني على عدالة الله غضب الله أحبائي يعني بيقودنا حتى نخاف الله يعني لما بقول بيتكلم عن الغضب عشان نخاف ربنا هذا الغضب يعني فيه تناسق بين العهدين بيتكلم بدون أي تناقض غضب الله هو عبارة عن محبة الله من ناحية عملية يعني بحطها إن أكشن ضد الخطيئة محبة الله بتظهر عشان يورجينا بشاعة الخطيئة وأنه هي ضد الخطيئة غضب الله بتم إرضاؤه طبعا عن طريق صليب الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر